على وقع طبول الحرب التي تدق بين إسرائيل وإيران تنشر وكالات أنباء في طهران عن احتمالية وصول تسعة صواريخ إيرانية إلى إسرائيل من بينها سجيل الذي يستطيع قطع أكثر من 17 ألف كيلو متر في الساعة وبماذا يصل إلى 2500 كيلو متر وصاروخ خيبر بماذا يصل إلى 2000 كيلو متر الأخبار المتسارعة حول شن طهران هجوما على إسرائيل والذي توعدت به كانتقام ورد لقصف طائرات إسرائيلية القنصرية الإيرانية في دمشق قبل أيام والتي استهدفت فيها قائدا في الحرس الثوري الإيراني تأتي بما تكشف فيها واشنطن عن عملية متوقعة وحقيقية لإيران في الداخل الإسرائيلي والمنطقة التوتر الذي اقتنف المنطقة برمتها سيما إسرائيل خشية تفاقم وتصاعد العمليات التي تنفذها ميليشيات حوثية في البحر الأحمر وفصائل في سوريا ولبنان لمساندة إيران في ردها الانتقامي المتوقع بشدة على لسان غرف التحليل الأمني في أمريكا يتصاعد مع تهديد إسرائيلي حذرت فيه طهران من الرد في عمق إيران في حال تنفيذ الأخيرة أي عملية عسكرية العملية الجديدة التي نفذتها طهران باحتجاز سفينة برتغالية تديرها شركة زودياك المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي بحسب وكالة الأنباء الإيرانية تأتي في طالما يصفه خبراء التمهيد لردود الانتقامية قد لا تتفق مع التوقعات وتحديدا بعد رفض إيران لأي وساطة تهديئة في العيام الأخيرة إلا أنه بعد أن رصدت الولايات المتحدة تجهيز إيران لنحو مئة صاروخ كروز وبعد تطويرها لمجموعة صواريخ بلستية وطائرات مسيرة في برنامج أثار قلق الغرب باتت الترسانة الإيرانية وطرق الرد الممكن على إسرائيل مفتاح أزمة تحذر منها المنطقة والعالم من مخاوف الدخول في حرب مفتوحة الجبهات تهدد سبل الوصول لمعادلة استقرار في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر